أو الهندوس أو غير المسلمين للمسلمين هم يقصدون أمرين التأثير عليكم وأيضا تقديم الإهانة لأنهم يقولون أنتم بكل ثرواتكم بحاجة لأن نقدم لكم كتبنا مجانا لا نريد لها ثمنا منكم هنا هناك فتو تأثير سنطح من الهندية في ساودية آرابية أجدقى المسلمين للمسلمين من الواضح لفضل المسلمين بحاجة لسنطح آخر وفي هذه الصورة صور لرسائل كثيرة مرسلة من بلاد غربية إلى السعودية تقول املأ هذا الكبون وتحصل على نسخة باللغة العربية من الإنجيل أي من الكتاب المقدس ومجانا فقط اكتب هذه المعلومات بالعنوان ونرسل لك الكتاب مجانا وبلهجتك المحلية أنا هنا أقول ما يفعلون وما يحدث منهم ولا أقصد أن أقدم إهانة لأحد here look at this beautiful book on the face of it you see a beautiful Arabic calligraphy Muslim calligraphy in English is written Al-Kitab and inside here is written Tawbah so you think maybe Surah Tawbah this is a Christian literature offering you a free Bible course they'll teach you the Bible free you just write to them and they'll send you a free Bible course this is how they catch unwary Muslims people who don't know this is the technique of deceiving the Muslims to accept this oh I think it's Muslim, Islam, Muslim and then it's a free Bible course let's see what comes for nothing catching unwary Muslim fish catching unwary Muslim fish هذا نوع من الكتب التي يوزعونها للمسلمين فهذا اسمه الكتاب وعلى غلافه آية من سورة التوبة عندما تنظر إليه لأول مرة تعتقد أنه كتاب إسلامي ولكن في داخله دراسة من الإنجيل يقدمونها مجانا يصطادون بها المسلم غير الحذر فهم هنا يتبعون أساليب الغش والخديعة والاحتيال التي تؤثر على كثير من الناس إن لم يكنوا حذرين ومحداطين خواهفا على إلحسار all these are for you my dear president free look at this wouldn't you like to have it free you're used to seeing these aren't you this beautiful calligraphy where does it originate with the Muslims this is all Christianity this is all Abbanah Abbanah you think it's Rabbanah Atenah Fit Dunyah you take it home and put it on your wall You give it to your children, they'll kiss it And they'll put it on the wall Look at this All this is Christian new strategy Of catching you fish Making monkeys out of you Look at this Have you seen this before? No, you haven't seen them This is all Christianity, my dear هذه اللوحات المكتوبة بلغة وبخط عربي جميل تبدو لأول وهلة وكأنها إسلامية إنها أسلوب آخر استراتيجية أخرى للمسيحيين يصطادون بها المسلم غير الحذر كما يصطاد السمك فإنه عندما يراها يعتقد أنها كتابة إسلامية ربما يقبلها وربما يضعها في بيته وربما إلى جانب القرآن الكريم هي والكتيبات الأخرى أفاعي سامة في بيوت من يقتدونها من المسلمين 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 وأيضا هذا كتاب آخر يرسل إلى كثير من البلاد الإسلامية ربما لا يؤثر فيكم أنتم لأنكم تجيدون العربية مثلا ولكن عندما يرسل إلى بلاد إسلامية غير عربية ربما يستطيعون استيادة وخديعة أولئك المسلمين لأنهم يضعون على غلاف الكتاب صورة لمسلم يحمل في يده مسباحا يسبح فيه مثلا وعليه آية من القرآن الكريم تتعلق بمريم والمسيح عيسى عليه السلام فعندما يراها المسلم يقول هذه نشرة إسلامية يقبلها أيضا ويضعها في بيته وهي أيضا أفعى سامة أخرى في بيت ذلك المسلم لو عرضت عليكم كل هذه النماذج ربما نظل هنا حتى صباح الغد وطبعا ربما تحدث لكم مشاكل ولكنني سأنهي هذه النماذج بهذا الكتاب هناك تحقق بصوري هناك تحقق بصوري من يوجد لطيبا من يبدو كبير مصنع وسيعت بشكل كبير ومصنع بشكل سوفا سواء الأسفل يأتي الآن بحيش هذا الشيخ هنا الأسفل انه لطيبا نسمع ذلك سوفا وذلك جيد المسلم هي كائك الالوي كائك الالوي وفي هذا الكتايب وضعوا على الغلاف صورة تبدو وكأنها لمسلم تقي ورع وملتحي وهذا الشخص اسمه كيكي علوي كان أبوه وجده مسلمين ولكنه مرتد ويكتب هنا في هذا الكتايب أشياء مسيحية ولكنه يضمنها آيات من القرآن الكريم فعندما يقدم الكتايب لأي شخص مسلم سيعتقد ذلك الشخص أن هذا الكتاب جاء من مركز إسلامي فيقرأه بتمعن وربما تقبل فلن يعرف الهدف من ورائه حتى يبدأ ربما في التشكيك وإنما عندما يرى الآيات سيقبلها ويقول هذه هدية ممتازة لا بد أن أحتفظ بها في أعلى رف بين كتبي وربما مع القرآن الكريم فوش المحن من المحن من المضمات أو اشبار المترجمه حيث يقول هذا المحن من المحن منced هاتف إذا أرون من المحن من المحن من دور leسات فإن الفيض فإن الله المحمد هو المحن من الإسلام احيان من المحمد و Reason ما زاله من هاتف وإنه محن من تلك المحن من نحن من انها ترجمة نانسي قنقر